لم ينتهي العدوان الصهيوني على الفلسطينيين في قطاع غزة بوقف اطلاق النار الذي اعلنه الاحتلال فللعدوان اساليب وصور تتنوع تداعياتها بتفاقم معاناة الفلسطينيين في القطاع المحاصر القطاع التجاري في غزة مني بخسائر فادحة قدرت بملايين الدولارات من جراء استمرار سلطات الاحتلال في اغلاق المعابر التجارية امام حركة الشحن وفرض مزيد من الرسوم والارضيات على البضائع الموجودة في ميناء اسدود الاحتلال ما زال يبقى على فتح معبر كرم او سالم بشكل جزي الاحتلال ما زال يمنع ادخال مواد البناء وكذلك يمنع ادخال مواد الخام الخاصة بالمصانع استمرار هذه الحالة يؤدي الى شلال كامل للحالة الاقتصادية على مستوى الزراعي والتجاري والصناعي نقص كبير لجميع المنتجات الصناعية التي كانت تدخل الى القطاع من معبر كرم او سالم كما ان الاحتلال يمنع ادخال المواد الخام للمصانع والمنشآت التجارية الامر الذي اثر سلبا على التجار الفلسطينيين وبالتبعية على المواطنين في غزة يعني المعبر الوحيد لغطاع غزة هو المعبر الاسرائيلي ابو سالم اليوم متسكر من يوم الحرب قبل العيد بضايعنا كلها مكدسة فلوسنا كلها محجوزة بندفع ارضيات للموانئ الاسرائيلية التجار قاعدين بشكوا فيش بضايع في غلاء حتى في اسعار البناء في مفقودات كثيرة من المواد الغزائية صورة اخرى من صور العدوان الذي تمارسه سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني تتمثل في منع دخول مواد البناء الى القطاع ما يعني وقف عمليات اعادة الاعمار للمناطق والابنية التي دمرها العدوان العسكري الصهيوني بينما المجتمع الدولي يقف عاجزا عن فعل شيء يجبر كيان الاحتلال على احترام حقوق الفلسطينيين في الحياة او ان يحترم قرارات الشرعية الدولية اشتركوا في القناة